اهلا بكم في محرن الثاني حيث تضاربت الانباء حول انتهاء احتجات يهود الفلاشة من استمرارها بعد ايام صعبة عاشها الكيان المحتل شهدت خلالها المنطقة المتعددة احداث عنف من قبل اليهود الاثيوبي الاصل المطالبين بالمساواة وكشف ذلك الكثير مما يحدث داخل مجتمع الاحتلال من عنصرية وتفرقة في كيان يدعي انه عصري مجتمع اليهود للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفة الباحث والمؤرخ الأستاذ ذربحي حلوم أهلا بك أهلا بك أهلا بك أخي محمد أهلا بك ومباشرة من سيوهاتنا في فلسطين أرحب بالمحلل السياسي والمختص في شؤون احتلال الأستاذ علاء الرماوي أستاذ علاء مساء الخير وأهلا بك في نظيم بلد حياك الله محمد مساء النور أبدأ منك أستاذ ربحي لا معلومات هناك تكتيم إعلامي واضح من قبل الاحتلال حول ما يحدث حقيقة ضد اليهود الأتيوبيين هناك لكن ما الذي يرد حتى اللحظة هناك حديثا احتجاج غلاق طرق تعليق لمدة أسبوع ثم عودة الاحتجاج مقتل شاب يفجر أزمة جديدة داخل الكيان المحتج حقيقة يعيد هذا المشهد إلى القرن الماضي حينما كان هتلر في آخر أيامه والمظاهر التي بدأت في ألمانيا خلال الحرب إلى آخره اللحظات الأخيرة من سقوطه هذا يعيدني ما حصل خلال اليومين الماضيين أو الثلاثة أيام الماضية في الأرض المحتلة هو عبارة عن بداية تداعي هذا الكيان أنا أؤمن بذلك لأن هذا الكيان يتكون من مجموعات عرقية بعضهم من إفريقيا وبعض الآخر من روسيا ومن مختلف الدول الأوروبية وبالتالي لا شيء يجمعهم حتى الديانة اليهودية التي يتورقعون بعباءتها هي عبارة عن مجموعة طوائف وهذه الطوائف تعامل كمواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة أولئك الذين يستأثرون بالامتيازات من يهود روسيا أو بولندا أو إلى آخره أمثال بنت وغيرها وغيره هؤلاء أصحاب الامتيازات هم يتربعون على قرص الجبن في الكيان الصهيوني هذا القرص الكل يحاول أن يكون له حصة منه ومختلف هذه الطوائف تابعنا الأحداث وشعرنا أنهم هتافات ولعلكم نقلتم في فضائيتكم المبدعة نقلتم المشاهد على حقيقتها يهود الفلاشة الفلاشة الذين أتى بهم جعفر النميري في يوم من الأيام هم يبلغ عددهم فوق المئة وثمانية واربعين ألف فلاشي هؤلاء أيضا أنفسهم ينقسمون إلى عدد طوائف منهم من هم أبناء اليهوديات ومنهم من هم أبناء الأباء اليهود وكلاهما ليس لا يعتبر من مواطني الدرجة الأولى هذا في الكيان الصهيوني ساري المفعول وانعكس عليهم في الوظائف في العمال في الأشغال واستعملوا في فترة من الفترات كمرتزقة نعم بدأوا يشعرون والهتافات التي سمعتموها على فضائيتكم وكل الفضائيات العالم كانوا يهتفون فلسطين فري بلستاين فلستاين فلستاين وستمعنا لها قبل أخير ومشهد الأخير كان واحدة من هذه المشاهد هذه ظاهرة تؤكد على أن هذا الكيان إلى نهاية طال الزمن وأنقصر واضح أستاذ علاء الرماوي مباشرة من فلسطين أسمع وجهة نظرك وما تتناول وتداول الصحافة العبرية حول هذا الموضوع هل الأمور عادت لهدوء هل هي مرشحة لمزيدنا العنف من صح التعبير نعم بعد التحية لك ولسادة المشاهدين جميعا ولضيفك الكريم لابد من الإشارة أن منظومة البنية المجتمعية الصهيونية هي منظومة ليست بالمتينة معنى ذلك أنه عندما نتحدث في البداية عن الأحداث الأحداث بلا شك إنها ستنقضي هناك منظومة دولة تعيد الاعتبار لتقييم المشهد ويمكن أن تنقضي مؤقتا لكن البنية الأعمق في الأزمة في تكوين المجتمع الصيوني لابد أن نأخذ على حقيقة هذا للسادة المشاهدين لأن كثير من المتابعين والمشاهدين حتى المختصين للأصف لا يعلمون تكوينة المجتمع هناك في بنية المجتمع الصيوني ثلاثة محاول لابد الانتباه إليها المجتمع مقسوم إلى أربعة أقسام هناك الغربي وفيه الولايات المتحدة تحديدا المهاجرون إلى الولايات المتحدة هناك الأوروبي والذين يتمثلون أيضا من بريطانيا فرنسا ألمانيا هؤلاء يأخذون تصنيف ألف بلس ألف التقسيم الثاني وهو التقسيم الشرقي الشرقي أيضا فيه تقسيمات هناك العربي الذين خرجوا من بعض البلدان العربية والإسلامية وهناك من خرج من روسيا والبعد الآخر يوجد أيضا تقسيم داخل الشرقي وهو الذي خرج من الدول الإفريقية هؤلاء بينهم بونا شاسعا في التعامل البعد الآخر وهو علينا أن ننتبه إليه وهو التكوين المتعلق بالبعد الديني تخيل معي الشرقي له حخامية وإفتاء ومحاكم خاصة به والغربي له إفتاء ومحاكم خاصة به أيضا مسألة الصلاة داخل حائط البراك وهو ما يطلق عليه زورا وبهتانا حائط المبكى هناك أيضا تقسيمة بمعنى هناك المتدين المتشدد ما بين قوسين وهناك التنويري يمنع المتشدد أن يصل التنويري داخل ساحات البراك وعليها أزمة كبيرة البعد الآخر وهو الأهم عندما نتحدث عن الكلية كلية الصورة دعني أنقلك وسادة المشاهدين إلى بعض الأخبار المهمة التي يجب أن ينتبه إليها على سبيل المثال عندما تكون نائبة في الكنيسة الصيوني من الأثيوبيين وتقوم بالتبرع في الدم داخل الكنيسة الصيوني يلقى دمها في القمامة ليش؟ لأنه كما قال لها الطبيب الذي سحب الدم بأن دمك سيلوث الدم اليهودي أذهب إلى بعد آخر تخيل معي عندما يأتي أطفال من الأثيوبيين أو من الإفريقيين اليهود ما بين قوسين ويدخلون إلى مدرسة في وسط تل أبيب يقومون بطردهم لأنهم بين قوسين يرعبون أطفال اليهود الغربيين تخيل معي أنه عندما تأخذ على سبيل المثال أحد النساء الأثيوبيات لأحد المشافي الصيونية يمتنع بعض الأطباء عن مداواتها تحت عنوان أن هذه بين قوسين من المواطنة التي يمكن أن تلوث أو يكون فيها عدوى مرضية هذا الموضوع بات يأخذ بعدا مهما في البعد الاقتصادي على سبيل المثال أنت تعلم كما أشار الدكتور لدينا تقريبا 200 إلى 230 ألف أثيوبي إذا جمعت الإفريقيين تقريبا نتراوح ما بين 300 إلى 360 من إفريقيا متواجدين في داخل الكيان هؤلاء يوضعون في مناطق ما يعرف مناطق فقيرة للغاية في عشوائيات داخل المدن هؤلاء نقلوا في أكثر من مكان أن تتحدث عن منطقة تل أبيب حاولت الحكومة أن تطرد جزء كبير منهم لأنهم يشكلون بعدا كارثيا كما قال رئيس بلدية تل أبيب على سبيل المثال في مدينة النقب يتواجد جزء منهم ويظلون تحت دائرة الملاحقة الشراطية باعتبارهم كما قالت أحد وسائل الإعلام العبرية عندما قالت هؤلاء منهم يخرج ما يعرف بالتدهور الجناء داخل المناطق الفلسطينية المحتلة معنى ذلك أن التفتيت داخل بنية المجتمع الصيوني عندما تصل إلى هذا الكم هذا يعيدنا إلى قبل عدة سنوات عندما ظهرت المظاهرة الأكبر أو خرجت المظاهرة الأكبر في داخل الكيان وكان موطنها تل أبيب والتي نادت بالعدالة الاجتماعية الإحصائية تقول الآتي مهم أن نبدأ باستطلاعات الرأي الاستطلاع الأول يقول بأن 80% من الأفارقة والشرقيين في داخل المجتمع الصيوني يشعرون بأن هناك فجوة في التعامل معهم من قبل الدولة الجيش الصيوني استطلاع غير هنا إلى الأثيوبيين 100% من الأثيوبيين الذين خدموا في الشرطة الصيونية والجيش الصيوني يشعرون بأن هناك عنصرية في التعامل معهم أنت تشير إلى أرقام مهولة اذهب إلى أبعد من ذلك الأطفال الإثيوبيين على الأقل 70% بحسب الاستطلاعات يقولون بأنهم منبوذون داخل الدولة أضف إلى ذلك نقطة مهمة وهي للأسف أنا أقولها وأقولها لأنه علينا أن ندرك أن هناك في بنية المجتمع الصيوني بنا هشة وكما يقال كما قال ربنا عز وجل أوهن من بيت العنكبوت هذا يأخذنا إلى الموقف الذي يمكن أن يتنبأ به العربي كيف تعامل مع الاحتلال أنا سمعت بعض التصريحات التي تقول أن بعض الأثيوبيين ستنهار الدولة وخلص إحنا يعني هيك منتريح من الاحتلال في فلسطين يهدمون من الداخل هذا الموضوع يأخذنا إلى أن على الرغم كل من التباينات والضعف الذي أشرنا إليه حالة العنصرية الموجودة لكن بنية الدولة قوية يمكن أن ترمم آنيا ما يحدث داخل بنية المجتمع ونتمنى أن عربيا نستفيد من ذلك طيب أنا أستاذ ربحيبي أرجع لك وفي نقطة موجودة لما نحكي مثل هذه الأمور رغم كل التكتيم اللي مارسوا الاحتلال على ما يحدث داخله يظهر تماما عنصرية هذا الاحتلال وهذا سينعكس مباشرة على صورة ما يسمى بالدولة هنا عالميا وهذه صورة مهمة بالنسبة لهذا الكيان الحصول على المساعدات والدعم الدولي والدعم الغير محدود من كافة الأطراف أثر ذلك اليوم إذا ما استمرت هذه الاحتجاجات إذا ما توسعت هذه الاحتجاجات اليوم نحكي عن نسب هائلة وأرقام كبيرة من الشرقيين ومن أقل يهود الأفارق اللي رفضين التمييز العنصر داخل هذا الكيان حقيقة الأخي محمد هناك واقع كما تفضل أخي وضيفكم الكريم من رام الله الكيان الصهيوني يتكون من فئات طبقية كما تفضل قبل لحظات هناك الأوروبيون الذين يستحوذون الذين وفدوا أو هاجروا أو استوطنوا في فلسطين من أوروبا قادم من أوروبا هناك الأفارقة هناك من أصول عربية المغرب اليمن إلى آخره وكل له يعني يستأثر بجانب معين من الامتيازات الكيان الصهيوني أنا أعطيك مثلا نحن أبناؤنا وأحفادنا أنا من جيل من ولدوا في فلسطين مثلا نعم أحفادي وأبنائي أكثر تمسكا مني بألف مرة الذين قلوا ولدوا خارج فلسطين هؤلاء الذين جاءوا الفلاشة الموجودين في الكيان الصهيوني معظمهم من الشبيب الذين ولدوا في إفريقيا ولدوا في إثيوبيا ومعروف أن الغالبية منهم تقريبا 90% منهم ولدوا في الخارج والبقية ولدوا في الداخل ما زالوا أطفالا أما هؤلاء المنطفضون منهم من ولدوا في إفريقيا يبقى ولاؤهم إلى حيث ولدوا في الأصل ولو أنهم ينتمون للطائفة اليهودية من حيث أنهم أبناء يهوديات أو أبناء يهود آباء لكن هذا يبقى ولاؤهم كما هو ولاؤ ابني وحفيدي وابنك وحفيدك في الأردن ولاؤه للأردن أولا ولمحيطه العربي ثانيا فولاؤهم أولا وأخيرا لإفريقيا حينما يلاحظوا أنهم يعاملوا كمواطنين من درجة ثانية أو ثالثة أو أكثر ثورة الغضب هذه ليست محصولة في الفلاشة هي منزرعة في معظم المستوطنين الذين أتوا من الخارج ولذلك يحاولوا الآن من خلال الرشاوي أو الانتياجات التي يمنحونها وبالتالي الكيان الصهيوني الاتلاف الوزاري الأخير الذي قاده وانتنياه وألغى الانتخابات الأخيرة لأنه لم يستطع تشكيل حكومة ويعيد تشكيل اتلاف جديد هذا يساهم سلبا أم إجابا في موضوع انتخابات احتلال القادمة هذا كله يؤثر على الرأي العام في العالم يدرك بدأ الرأي العام يدرك أن هؤلاء ليسوا لا يتبعون لفلسطين وبالتالي هم محتلون ظاهرة الاحتلال كلمة الاحتلال الغرب إلى خلال فترة الفترة الأخيرة دعني أقول خلال العامين أو العام الخمسة الأخيرة بدأ يعني يتعامل مع القضية وكانهم أهل الأرض الآن هذه الظواهر تعطي الرأي العام العالمي يعيده إلى الأسباب التي يتور من أجلها أولا وأن ولاءهم ليسوا لهذه الأرض التي لا ينتمون إليها هذا يوسع دائرة التعاطف العالمي معنا على الرغم من قتامة الموقف العربي الرسمي كما شاهدنا في البحرين وقبلها وارسو وإلى آخره قتامة المشهد يعود عنها إلى حد ما الرأي العام العالمي حزب العمال بريطاني الذي كان إلى أمد قريب نصير للصاهيونية الآن من أكبر الأحزاب في أوروبا ضد الصاهيونية وضد اليمين الإسرائيلي كلام جميل أسأل علاء أعود لك بدي أعرف منك هل هذه الاحتجاجات مرشحة لازدياد خلال الأيام القادمة وأثر هذه الاحتجاجات على الانتخابات المقبلة في الكيان المحتمل يعني السؤال المهم فيما تعلق كما أشرت في مسألة الاحتجاج توسع من عدمه أنا أقول أن هذه الموجات متلاحقة إحنا تقريبا داخل الكيان كل أربع سنوات يوجد لديك ما يعرف بالتظاهرة الاجتماعية الكبرى سبق ذلك هذه التظاهرة كان إذا تذكر معي موقف الدروز خلال السنة الماضية والاحتجاجات التي قيدت بعد أنهين الدروز وأعتبر بأن تصنيفهم داخل الدولة هم من المواطنين درجة ثانية على الرغم من خدمتهم في الجيش وأنا أشير هنا إلى الفئة التي تخدم في الجيش أهلنا الدروز على الأقل العربيون ولهم حضورهم لكن هناك فئة تخدم في داخل المؤسس الصيوني يصنفون بالمستوى الثاني والثالث وحتى يتعامل معهم ببعد أمني بمعنى لا يندمجون في داخل المؤسسة الاجتماعية والسياسية والأمنية إلا من خلال الرقابة الأمنية الدقيقة هذا يعني أنه نحن أمام مساحات اضطراب متواصلة في مسألة العدالة والحالة الاجتماعية ومتوقع أن تتزايد الآن هل هذه هي منها؟ نعم منها لكن أنا أرجح أن هذه الموجة هي محصورة بزمن لكن هناك عوامل يمكن أن تذكي حالة التضاور وهناك ثلاثة عوامل عدم العدالة والتي تمس البعد الشرقي بكليته داخل الكيان والذي يشكل تقريباً 54 في الأمن تكوين المجتمع الصيوني البعد الآخر أن هناك داخل الفئة الغربية تباين على الأقل في مسألة العدالة والتوزيع ونحن نعرف لا يوجد هناك شخصية سياسية أو أمنية تظهر من الفئة الشرقية يعني يسحب من الجارور بين قوسين ملف أخلاقي أو فساد مالي كما جرى مع موشيكة ساب من رون الشيخ والتي أثير منه قائد الشرطة الصهيونية وكيف كان هناك محاولة لعدم تعيينه هناك أيضاً في شخصيات مختلفة على الأقل لدينا سبع شخصيات من القيادة السياسية والأمنية فصلت من تنصيبها على الأقل في المواقف أو في المواقع المتقدمة تحت عنوان الملفات ملفات الفساد المختلفة لمنع وصولهم في السؤلم الإداري والأمن داخل الكيان الصيوني نذهب إلى البعد الآخر وهو البعد الغربي أيضاً هناك الآن شعور بأن هناك فئة هذه الفئة تسيطر اتصادياً واجتماعياً لأجل ذلك الاحتلال يخشى من سيناريو ما قبل عدة سنوات أن يخرج عشرات الآلاف في تظاهر ضد ما يعرف بالتمييز داخل بنية المجتمع الصيوني سواء في العدالة الاتصادية والاجتماعية أو توزيع التروات وغيرها من القضايا فيما تعلق بالانتخابات وهذا مهم أن نقرأ للأسف أقول أن كثير مننا لا يدرك التركيبة الأمنية والسياسية والاجتماعية داخل الكيان لأجل ذلك أنا أقول هناك بعض التذليل للفهم انظر التكوين الحزب الشرقي داخل الأحزاب الصيونية ضعيف لا يمكن أن يثري حالة تلافسية كبيرة بمعنى لا يوجد قيادات شرقية يهودية قادرة أن تقود أحزاب يمكن أن تؤثر يعني شوف على سبيل المثال حزب اللي قود الذي يشكل أحد الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة في سلمه القيادي داخل ترتيب الهرم في انتخابات الكنيسة لأعضاء الكنيسة أو القيادات العليا للمناطق يشكل الغربيين 80% من قيادته على الرغم من أنه الناخب الشرقي داخل الكيان ينتخب بنسبة 70% لصالح اللي قود أو 60% اذهب إلى حزب ميرتس عصبي للمثال وهو في التكوين شرقي بعض الشيء هذا الحزب لا يحصل في مقاعده إلا على عدد قليل تذهب إلى حزب العمل عصبي للمثال الذي أغلب رواده من الشرقيين ما بين قوسين يحوز على أعداد متواضعة من المقاعد داخل الكيان على الرغم أنه هذا الحزب كما أشرت يعني أغلب ناخبين من الشرقيين لكن قيادته من الغربيين نذهب إلى البعد الآخر هل يؤثر؟ أنا أقول هناك بوادر لتشكيل حركة ضاغطة في المجتمع الصيوني اجتماعية تطالب بالعدالة وهذه قد تؤثر في بعد السنوات القادمة في المرحلة الحالية هناك البعد الأمني الذي يسيطر البعد الآخر هو قوة ما يعرف رجال الأعمال داخل منظومة الحكم في الكيان أشكرك جيري الشكر أستاذ علاء الرماوي المختص في شؤون احتيا كنت معنا بشرة من رمالله وأشكرك جيري الشكر المحل السياسي أستاذ بحل المشرفني بحضورك وبوجودك معنا ليلة لهنا المشاهدين وصلنا لختاب حلقة ليلة من نبضي بلد منتقي غدا تصبحون على الكخير